ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتسيب لي تعليق وتفعل الجرس علشان يجي لك كل جديد يا ترى ليه كل اليوتيوبرز لازم يقولولك الاربع طلبات دول في الفيديو ده سوى اذا كان عندك قناة او ما عندكش قناة هقولك ليه اليوتيوبرز بطلبوا منك الاربع طلبات دول يلا بينا كل اليوتيوبرز سواء اللي عندهم قناة كبيرة فيها ملايين او اللي عندهم قناة صويرة فاي عدوبك مية او ميتين او تلتمية لازم يطلبوا منك الاربع طلبات دول ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتسيب لينا تعليق وتفعل زر الجرس علشان يجي لك كل جديد لكن هل انتم مسألتوش نفسكم ليه دايما بيطلبوا الحاجات ديا ليه دايما بيطلبوا من الاربع طلبات دول عشان شحتين لا هم مش شحتين وهقولك ليه هم مش شحتين وبمناسبة الموضوع ده عايز اشكر كل الناس اللي بتعملي لايك وسبسكرايب وبتسيب لي تعليق وبتحاول يدعمني الفترة ديا بشكرك جدا تعالوا ندخل بقى في موضوع الفيديو بتاعنا ده زي ما قلتلكم في بداية الفيديو الفيديو ده مفيد جدا للناس اللي عندها قنوات واللي ما عندهاش قنوات وعايزة تعرف ليه اليوتيوبرز بيقولهم دايما ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفاعل الجرز وتحط لنا تعليق اولا خلينا نكون متفقين ان الارباح مش بتيجي عن طريق اللايك او الشير او تعليق او تفاعل الجرز انما اليوتيوب بيدفع عن طريق الاعلانات اللي بتظهر على الفيديوهات يعني مثلا اليوتيوب ممكن يتفق على الشركة انهم يحطوهم الاعلانات على فيديوهاتك وہم ياخدوا نسبة وانت تاخد النسبة القليلة يعني مثلا لو اليوتيوب بياخد اربعة د Brisbane انت مثلا ممكن تاخد خمسين سنت ومش عايز برضة اقول النسبة دي ان ثابتا لأن النسبة بتتغير على حسب حياة كتير جدا بتغير على حسب الدولة او على حسب المشاهد اللي بيشوفك او على حسب الموسم ففيه حاجات كتير جدا بتحدد نسبة الربح من المشاهدة لكن اللايكات او الاشتراكات او التعليقات او تفعيل الجرس دول لهم ابعاد تانية ووظائف تانية هقول لكم عليها واحدة واحدة واللي مش عايز يكمل الفيديو الموضوع كله عبارة عن تفاعل يعني الحاجات دي كلها اللي انا قلتها او اللي اربعة اللي انا قلتهم دول او اللي اليوتيوبرز دايما بطلبوهم ده التفاعل والتفاعل مهم جدا للقناة لكن لو انت عايز تعرف وظيفة كل واحدة فيهم خليك معايا لاخر الفيديو وهقول لك عليهم نقطة نقطة ده على الاول نتكلم عن اللايكات على سبيل المثال اول حاجة نتكلم عنها هي اللايكات لما بيكون في فيديو عليه لايكات كتير المعدل بتاعه بيقلع عند خرزمات اليوتيوب اللي بتحدد ظهور الفيديوهات يعني مثلا في الفترة الاخيرة كانت كل فيديوهاتي عن دبي ازاي تسافر دبي وازاي تروح دبي وازاي تيجي من دبي على سبيل المثال لو كتبت في البحث ازاي اسافر دبي او المعيشة في دبي هتظهر لك الفيديوهات اللي هي واخدة نسبة عالية من اللايكات فمن وظيفة اللايكات كده انها بتظهر لك فيديوهاتك في البحث الاول لا ومش بس كده ده انا اقول لكم على حاجة ممكن ما تصدقوهاش ان الفيديوهات اللي واخدة ديس لايك ممكن تظهر عن الفيديوهات اللي معلهاش ولا لايك خالص لان الديس لايك بيعتبر تفاعل لكن بيقلل معدل الفيديوهات مقارنة بالفيديوهات اللي عليها لايك اكتر فطبعا الفيديوهات اللي عليها ديس لايك مش بتسبب حذف الفيديو لكن بتقلل الريت بتاعه في الظهور لكن اليوتيوب مش محتاج اللايكات بس علشان يظهر فيديوهات اليوتيوبرز لأ اليوتيوبرز هم كمان عليهم شغل لازم يعملوه الشغل ده مثلا هو يختارهم عنوان كويس للفيديو يختارهم صورة مصغرة اللي هي الصورة اللي بتظهرلك على الفيديو ديا وكمان الكلام اللي بيكتبوه في الوصف تحت والهاشتاك اللي بيكون موجود تحت الفيديو باللازرق ده ليه عوامل كبيرة برضو في ظهار الفيديو بتاعك في البحث وكمان قبل منسة في نقطة كمان عايز اقولهلكم ان عدد اللايكات او كتر اللايكات في الفيديو ممكن تخلي الفيديوهات تظهر لناس جديدة عمرهم ما شافوك قبل كده وده معناه ان ممكن يجيلك مشتركين جديدة من خلال الناس الجديدة دي اللي انت ظهرت عندهم في الصفحة الرئاسية لأول مرة بالرجم ان هم ما عملوش بحث عنك قبل كده ولا شافوك قبل كده بس طبعا من كتر اللايكات على الفيديو بتاعك اوتوماتيكلي اليوتيوب بيقوم حاططها على الصفحات الرئيسية لبعض الناس فده بالنسبة لللايكات ندخل بقى على التعليقات من الاخر كده التعليقات ما هيش مهمة اوي زي اللايكات لانها في الاول وفي الاخر هي رأي ممكن يكون رأيي ايجابي وممكن يكون منها ارأي كتير سلبية فاليوتيوب ما بيعتمدش قد كده عليها بس ده برضو تعتبر تفاعل او ده تفاعل بيبعت اشارة لليوتيوب ان الفيديو مش مهجور وفيه الناس بتكتبهم تابعها لكن التعليقات مش بالاهمية الكبيرة اوي زي اللايكات انا نخش بقى على ثلاث نقطة اللي هي طلب الاشتراكات ما تنساش تشترك في القناة ما تنساش تشترك في القناة ليه الاشتراكات مهمة بالنسبة لليوتيوبرز هيكون في مشاهدين مضمونين لأول يوم تنزل في الفيديو بتاعك يعني على سبيل المثال انا داخل في 8000 مشترك دلوقت منهم 300 بس هم اللي بتفرجوا على الفيديو بتاعي اول يوم بنزل في الفيديو لكن لو معي مثلا 100000 مشترك احتمالية اللي هيتفرج معي هيكون 200000 في اول يوم بس ودي النسبة كبيرة مش نسبة صغيرة لبلك لما بعد كده بقى معك مليون مشترك شوف ممكن يتفرج عليك يجي 100000 في اول يوم واحد بس فمع كدر عدد المشتركين بيضمن لك عدد مشاهدات كبيرة في اول يوم بس تنزل في فيديو جديد بالاضافة كمان للنقطة اللي انا عايز اقول لكم عليها ممكن الناس كتير ما تعرفهاش مش كل الناس المشتركين عندك في القناة هتلاقي عندهم ولاء للقناة ممكن يتفرج عليك مرة او اتنين او تلاتة وبعد كده ما يتفرج عليك مرة تانية او ممكن يتفرج عليك خطافي كده من وقت للتاني فكدر عدد المشتركين بيضمن لك مشاهدات اكتر علشان كده دايما اليوتيوبرز بقول له ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة حتى لو هو خمسة مليون مشترك برضه هيقول نفس الكلام ما تنساش تعمل اشتراك في القناة واخيرا ما تنساش تفعل الجرس علشان يجي لك كل جديد تفعيل الجرس ليه اليوتيوبرز بقول دايما ما دستشاش تفعل الجرس مثلا مثلا يعني لو انت مشترك على قناتي وبدأت ما تفرجش علي يعني بيجي لك اشعار ان في فيديو جديد انا نزلته وانت بتنفض له يعني مرة واثنين وثلاثة بتنفضي بتاع 3-4 فيديوهات او ما تفرجش على 3-4 فيديوهات ليا فاليوتيوب يبدأ يفهم انك خلاص ما عندش مهتم بالمحتوى بتاعي فبيبطل ان هو يبعد لك اشعار بالفيديوهات بتاعتي الجديدة بلرغم ان انت مشترك في قناتي دي بس انت مفاعل الجرس بس زي ما قالتلك خلاصها بيعرف ان انت مش مهتم بمواضيع فبيبدأ يدفع بالفيديوهات اللي انت بدأت تتفرج عليها يعني مثلا لو انت تفرجت على مصارعة مثلا بتلاقي كله اليوتيوب كل ما تيجي تفتحو تلاقيه كله مليان مسارعات كله ماتشاط مسارعات مثلا بتحب تتفرج على الكاره بتلاقيه كله مليان بالكاره فيبدأ يحطيلك المواضيع اللي انت بدأت تهتم بها ويبدا يبعدني عن الك شوية ان انا عايز الشخص ده سواء اتفرجت عليه ما اتفرجتش عليه انا فعلتلك الجرس ابعتلي اشعار بالفيديوهات بتاعته هو ده الهدف من تفعيل الجرس ان انت بتدله امر سواء هتتفرج علي او لا انه برضو يبعتلك اشعارات بس هي دي الاسباب اللي اليوتيوبرز دايما بطلبوا منك فيها انك تفعل الجرس تسيب تعليق وتعمل لايك وتشترك في القناة لو عندكم اي موضع تاني عايزنا اتكلم فيها اكتبوا لي تحت في التعليقات بصراحة التعليق بتاعها عجبني فحبيت ان انا اعمل عنه الفيديو ده ليه كل اليوتيوبرز بيطلبهم لايك وسبسكرايب وتعليق وتفعيل الجرس استني تعليقاتكم ومستني لايكاتكم ومستني تفعيل كراكازكم ليه كراكازكم دي كراكاز جرس يعني واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي او الفيديو الجاي تعالا نشوف هنعمل ايه خد بالكم من نفسكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته